فقط لأدرك أنها رداء الحمامي أزال الاتحاد وشعار الجمهورية الإسلامية من عالم إيران لما تيجي تبص دلوقتي على المشهد اللي بيحصل في المنديال قطر عشرين اتنين وعشرين هتلاحظ وتعرف قد إيه إن الغرب بيكره الدول العربية وبيكره كمان الدول الإسلامية وحاليا قطر بتواجه حرب شرسة بسبب اللي بيحصل من دول الغرب وتحديدا ألمانيا بعد ما قطر لغت ومنعت كل الشراط بتوع الجماعة البسكليتات الجماعة إياهم اللي بيترقبوا وهم بيوجهوا حرب حاليا من كل دول الغرب وزي ما قلت تحديدا ألمانيا ألمانيا شن حرب شرسة مش على قطر بس على فكرة على كل الدول الإسلامية في حلقة النهاردة هنشوف معلق ألماني المعلق ده طلع وغلت في الزي القطري الجلباب الأبيض والغطرة يعني العمى اللي بتتلف حوالين الراس طلع ووصفهم بأن ده رداء حمامات ومش بس كده كمان هنشوف الأسطورة ولاعب كرة القدم اللي كل الناس بتتغنى وبيقولوا أشعار في حبه وإنه لاعب مش هيتكرر ميسي طلع واتبرع بمليون دولار بس علشان يزودوا عدد ضحايا غزة وطلع كمان وصف المسلمين والعرب إنهم جماعة هبلة أو مجانين لمجرد إنهم كل سنة بيسوموا شهر رمضان وصفهم بالمجانين وكمان هنشوف حلقة النهاردة الاتحاد الأمريكي القرة القدم أزال الشعار الدولة الإسلامية من على عالم إيران علشان بس يعني يردوا لهم الموضوع وكأنه بيقول لهم أنت شلتوننا شعار الجماعة البسكليتات إحنا كمان هنشلكم كل الشعارات الإسلامية والدينية الخاصة بيكم وكأنها فعلا كده قلبت لعب أطفال إنت عملت لي كذا فأنا هعمل لك كذا مع إنك لو جيت بسيت من الأساس إن هم جايين عندنا هنا ضيوف فيحترموا عادتنا وتقاليدنا ورغباتنا وميولنا الإسلامية والدينية يحترموا ده كله وده واجب عليهم لأن انت ضيف عندي ولكن تقول إيه الدول دي طول عمرها بتتغنى بالحريات وكلام عن الحرية وعدم تكميم الأفواه ولكن لما تيجي تبص على اللي بيحصل دلوقتي كده هتلاقيهم إن هم اللي بيمرسوا كل الأنواع وكل الضغطات علشان بس يقولوا أراءهم ويمرسوا أراءهم أو ينشروها حتى ولو كانت معادية أو منافية للدين الإسلامي هنوضح النهاردة حقائق وأفكار وحاجات كتيرة صدمة عن اللي بيحصل في مونديال قطر عشرين اتنين وعشرين ولكن بيتمنى من حضرتك إنك تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرز علشان دايما يوصل لك كل جديد وأراءنا توصل لكل العالم مهاجم ألماني فاشل وما كانش يلوفه الكورة وللأسف بعد ما خلاص ما بقاش عنده حاجة يديها في الكورة واحتزل خلوه معلق في إحدى القنوات الألمانية اسمه صندرو طلع وقال تصريح غريب جدا عن الزي القطري الجلباب والغطرة القطرية طلع وصفهم بإن ده رداء شبيه برداء الحمامات فقط لأدرك أنها رداء الحمامي القطري وكأنه الشخصية العفنة القذرة ده نسي اللي بيحصل عندهم في الشوارع لو كلف نفسه ولول ثواني بسيطة وبس كده هيلاقي إن فيه شخصيات نفسها تعيش زي الكلاب وفعلا بيحولوا نفسهم لكلاب وبيلبسوا لبس كلاب وبيمشوا في الشوارع زي ما حضراتكم شايفين جاي بتتكلم على أسيادك وعلى تج راسك يا شخصية يا عفنة يا قذرة ولكن تقول إيه ما أنا قلت قبل كده أنها فعلا حرب وقلبت حرب شرسة وكل فريق من الاتنين بيحاول يعمل أي حاجة علشان بس يشوه سمعة الدولة الأخرى ومع إن إحنا المفترض إن إحنا الدولة المستضيفة لكاس العالم وهم اللي واجب عليهم يحترموا أراءنا وعاداتنا وتقالدنا وكمان أفكارنا ولكن ما بمعندهمش أي حاجة من الكلام ده كله ومش شايفين أي حاجة قدامهم غير بس إنهم يحطوا أفكارهم السامة ويدسوها كده ما بين العرب وما بين المسلمين كمان لعب كرة القدم الشهير ميسي اتبرع بمليون دولار علشان بس يزودوا عدد ضحايا غزة وطلع وصف العرب والمسلمين إنهم عالم همج وعالم مجانين لمجرب بس إنهم بيصوموا كل سنة شهر اللي هو شهر رمضان اللي إحنا بنصومه كمسلمين كل سنة في شهر رمضان طلع وصفنا بالمجانين وبالعبط أو بالجماعة اللي مش تلاقي حاجة تعملها مع إنه لو جاه بس على نفسه وشاف الصورة اللي منتشر إليه على السوشيال ميديا وهو واقب بيكلم الحجر وبيعبط الحجر هتلاقي فعلا إن فيه تنقض رهيب في كلامه وما بين الأفكار والمحتقدات بتاعته أزال الاتحاد وشعار الجمهورية الإسلامية من عالم إيران والاتحاد الأمريكي لكرة القدم أزال لفظ الله وأكبر ولفظ الله من على العالم الإيراني لمجرد بس إنه ينتقم من كل اللي بيحصل فيه وإن إحنا شلنا الشعارات ومنعنا الشعارات بتوع الجماعة البسكريتات فلازم إزاي وليه بقى أنتوا تعملوا كده وإحنا ما نردش عليكم شالوا الشعارات الخاصة بالدين الإسلامي لفظ الله لفظ الجلالة الله ولفظ الله وأكبر اللي ما تكرر 11 مرة على العالم إيراني شالوا كل الكلام ده وحطوا العالم كده في الترتيب الدول في الاتحاد قرة القدم الأمريكي شالوا لفظ الجلالة الله لمجرد بس إنهم يردوننا يعني هم شايفين إنهم بيردوا الصعصعين لمجرد بس في خيالهم المريض إنهم كده بيردوننا اللي إحنا عملنا فيهم مع إن اللي إحنا بنعمله ده ده حق إلينا حق إن إحنا نمنع أي أفكار شازة إنها تدخل عندنا كعرب أو كمسلمين ولكن تقول إيه زي ما قلت الناس دي بتدغنى طول عمرها بالحريات وهم ما يعرفوش عنها أي حاجة الدنيا دلوقتي فعلا بقت حرب شرسة ما بين قطر وما بين كل دول الغرب وما بين كمان العرب يعني إحنا صوتنا بنضمه لصوت قطر والشعب القطري وكمان أمير قطر الشخصية المحترمة اللي حاليا فعلا واقفة وصمدة قصة كل الضغطات اللي تحصل عليها ولكن واقف مش همه طالما هو بيدافع عن الدين الإسلامي وعن العادات والتقاليد الخاصة بالعرب واقف زي الأسد بيدافع ومش فرق معاه كلنا طلبه من حضرتك إنك تشاركنا برأيك في التعليقات وتقول لنا شايف اللي بيحصل ده إزاي والأهم إنك تشارك الحلقة دي وتعمل لايك في كل مكان علشان الموضوع ده يوصل لكل الناس في كل العالم بشكرك شكرا جزيلا سلام